اشتركوا في القناة المتقنة أن تكون متابعا في المصحف حتى تتعرف على الكلمات والحروف وعلامات ضبط المصحف أيضا أيضا عندما تستمع لي لا بد أن يكون هناك تركيز على كيفية النطق الصحيح كذلك إذا أردت أن تتدرب على التلاوة في حال التطبيق أن تقرأ بتأني ولا تستعجل وليكن همك إتقان التلاوة وليس همك أن تنتهي من التلاوة أيضا تنتبه للعلامات المصحف والأحكام التي درسها نذكر ونعيد حتى لا ننسى هذه العلامة ما هي؟ نعم هذه علامة السكون وهي علامة الحرف المظهر وأيضا نركز على هذه العلامة الألف تكون صغيرة تأتي بعد الحروف دلالة على المد الألف وأيضا ننتبه لعلامات المدود المتصل والمنفصل واللازم هذه علامتها وغيرها من أحكام المد أيضا تعطي الميم المشددة والنون المشددة حقهما من الغنى ثم إن وما شابه ذلك أيضا تنتبه لعلامة الإقلاب أو القلب الميما التي تأتي فوق النون أو تأتي عند إحدى حركات التنوين تقلب النون ميما وتقلب أيضا التنوين إلى ميم كذلك أيضا أحكام التفخيم والترقيق سواء للام الجلالة أو الراءات أيضا نريد منك حال القراءة أن تقف عند رأس الآية لا تصل الآية بالآية اقرأ إذا وصلت هنا قف وخذ نفس ثم ابدأ الآية التي بعدها أيضا كذلك في علامات الوقف التي درستها صيلا قيلا والجيم تقف عندها أنت تعرف أن هذه العلامة ماذا؟ أن الوصل أولى وهذه العلامة الوقف أولى وهذه العلامة جواز الوجهين الوصل أو الوقف لكن في مرحلة التطبيق يريد منك ماذا؟ أن تقف عند الكلمة التي فوقها هذه العلامة ثم تصل بماء بعدها الآن نبدأ نأخذ بعض الكلمات لاحظوا الآن آ آثاري هذا مت بدل فانظر إلى آثاري رحمة الله آثاري 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 لاحظوا الآن رحمة الله كسرة ثم بعدها اللام لفظ الجلالة اللام هنا مرققة لأن ماذا؟ نعم قبلها مكسور فانظر إلى آثاري رحمة الله رحمة الله رحمة الله لاحظوا الآن كيف تنطق هذه يحيي الأرض كيف يحيي الأرض كيف يحيي الأرض اكسر الياء يحيي الأرض لاحظوا الآن النون ساكنة وبعدها همزة هذا الحكمه إظهار ثم الرأة مفخمة كيف تنطقها وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا لاحظوا كيف تنطق هذه تُسْمِعُ تُسْمِعُ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى لَا تُسْمِعُ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ 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 الصاد مضمومة مع الشدة والميم مفتوحة مع الشدة وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ فأحد هذه العلامة ما هي تذكروها نعم علامة الإقلاب أو القلب ماذا تفعل بالنون تقلبها ميم فتصبح ميمين مِنْ بَعْدِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ مِنْ مِنْ بَعْدِ وَشَيْبَة وَشَيْبَة مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَة وَشَيْبَة المقطع لبعده هذه قلقلة الدال ما حروف القلقلة نعم قطب جد قاء وطاء وباء جيم ودال فلتنطق هكذا لَقَدْ 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 لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَقَدْ مَعْذِرَتُهُمْ 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 تُهُمْ ننتبه للتاء مضمومة وننتبه أيضا الذان مكسورة مَعْذِرَتُهُمْ فَيَوْمَئِذِنَّ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ مَعْذِرَتُهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ لاحظوا السكون والسكون هنا يُسْتَعْتَبُونَ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ لاحظوا الله مفتوحة ليقولن ليقول لا لا ليقولن ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ليقولن ولا يستخفنك لاحظة الآن عندك ولا يستخفنك الميم مشددة ومفتوحة وتعطي الميم حقها من الغنة ولا يستخفنك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بعد أن أخذنا هذه الكلمات الآن نرجع ونقرأ الآيات تبع معي وأيضا ركز في قراءتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعامى أئذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون انتهينا من الصورة وتعرفنا على كلماتها وطبقنا أيضا تلاوتها الآن عليك أن تعيد هذا المقطع تركز على الكلمات التي قرأناها تكررها ثم تستمعي لقارئ متقن ثم أيضا تعيد هذه التلاوة من غير السعجال أسأل الله لك التوفيق والله أعلم صلى الله وسلم وبرك على نبيه محمد اشتركوا في القناة